الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذه هي الحلقة الأولى في فقه متن بن عاشر رحمة الله عليه يقول المصنف رحمة الله عليه مقدمة في الأصول معينة في فروعها على الوصول قال الناظم رحمه الله الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضعي لسبب أو شرط أو ذي منعي أقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام ثم إماحة فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسب ذنه مكروه ومعحت من حرام مأذون وجهيه مباح ذات مام والفرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بذين الناظم رحمه الله قدم أمام الفقه العبادات في متن بن عاشر بمقدمة أصولية يعني من فقه أو من علم فقه الأصول كما يقولون أو أصول الفقه وأصول الفقه هو فن وعلم معروف لكن هو اقتطف منه فقط الحكم التكليفي لأننا بحاجة إليه الحكم التكليفي ما هو؟ الحكم التكليفي معناه أن ما كلفنا الله سبحانه وتعالى أي أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نفعل أشياء ونترك أشياء هذا هو الحكم التكليفي سكت عن أشياء وتركها مباحة هذا من الحكم التكليفي إذن فهذه المقدمة التي آت بها في أصول الفقه بين يدي كتابه رحمة الله عليه وبينا يدي نظم الفقه هي تعينك أيها المبتدئ لتعرف هذه الفروع ونحن أيها الإخوة وأيتها الأخوات متعبدون لله سبحانه وتعالى بأحكام التكليف الخمسة عندنا خمسة أحكام لا بد يكون الإنسان يعيش في واحدة من هذه الخمسة إما أن تكون في فرض وإما أن تكون في مندوب وإما أن يكون الإنسان في حرام أو مكروه أو مباح لا تخرج حياتك أبدا عن هذه الخمسة من أحكام التكليف إذا كنت تصلي الظهر فأنت في فرض إذا كنت تصلي تحية المسجد مثلا أو الضحى أو الفجر أو نحو ذلك أنت في مندوب إذا فعل البعيد حراما شرب خمرا فهو في حرام إذا كان يشرب الخمر أو يأكل الريبا ونحو ذلك إذا خرج من المسجد برجله اليسرى فقد فعل مكروه هو العكس إذا خرج قصدي باليمنى من المسجد ودخل باليسرى فهذا هو المكروه والمباح هو ما تأكله وما تشربه من الطيبات التي الله سبحانه وتعالى جعلها في هذا الكون إذن عندي خمسة أحكام هذه تسمى الحكم الشرعي أو الحكم التكليفي أي الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به المكلف منه؟ هو الرجل أو المرأة البالغة المسلم طبعا البالغ العاقل هذا هو المكلف يكون إذن مسلما فلا يكلف الكافر ويكون عاقلا فلا يكلف المجنون ويكون بالغا فلا يكلف الصبي طبعا هناك بعض الشروط الأخرى التي ستأتي في ثنايا العبادات إذن قال رحمه الله الحكم في الشرع خطاب ربنا كأن شخصا قال لو عرف لنا هذا الحكم ما هو الحكم؟ فقال هو خطاب الله سبحانه وتعالى أو ما أنزله الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لأن ما جاءنا على لسان نبيه السلم هو وحي إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إذن فالحكم الشرعي أو الحكم التقليفي هو ما كلف الله به العبد كل فعل يفعله العبد فهو متعلق بواحد من هذه الخمسة أحكام كما قلنا طيب الحكم في الشرعي خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف فطنة أي أن الحكم التقليف يتعلق المقتضي بمعنى يتعلق بفعل المكلف فكن فاطنا لهذا إذن الحكم الشرعي هو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي أو إباحة كذلك ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما استحبه أو ما نهى عنه أو ما أباحاه لأن كما قلت لا يخرج حكم النبي السلم أن حكم الله من يطع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانته وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانته إذن هذا هو الحكم إذا بغينا نعرف حكم الشرعي هذا هو وإذا هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين ما هو متعلق بأفعال الحيوانات ولا النباتات ولا الجمادات لأن هذه لا عقول لها وليست مكلفة أساسا المكلف هو الإنسان قال لك إما أن يكون هذا الحكم الشرعي طلب وإما أن يكون إذنا إما أن يكون طلبا أو يكون إذنا طيب الطلب ما معنى؟ هو أن يطلب منك أن تفعل الشيء أو أن يطلب منك أن تترك الشيء أو يأذن لك فيه بمعنى لك أن تأكل لك أن تشرب الحين لما الله سبحانه وتعالى أباح لنا هذه الفواكه ما في حد يفرض عليك تأكل البرتقال يقول لك فرض أن تأكل البرتقال لا ما هو فرض فرض عليك أن تأكل التفح لا ما هو فرض هذه حسب شهوة الإنسان ولذته في اللي يحب هذه وما يحب شيء إذا هذا أمر مباح طيب أو بوضع أو أن يكون الحكم الشرعي متعلق بمسمى بالخطاب الوضعي أو الحكم الوضعي وسأؤخر الكلام عن الخطاب الوضع لأنه يتعلق بثلاث أمور السبب والشرط والبانئ هذا سنؤخرها لكن سنتكلم أولا عن خطاب التكليف أو الحكم التكليفي اللي هو خمسة أشياء الفرض المندوب الحرام المقروه المباح طيب ماذا قال؟ قال أقسام حكم الشرع خمسة ترام أقسام حكم الشرع احنا عرفنا حكم الشرع شنه؟ اللي هو خطاب الله سبحانه وتعالى اللي قال للمكلفين فعلوا أو لا تفعلوا هذا يتعلق به خمسة أشياء قال أقسام حكم الشرع أي أن الحكم الشرع ينقسم إلى خمسة أقسام ترام بمعنى تقصد ترام رام الشيء بمعنى قصده فرض وندب وكراهة وحراب ثم إباحة هذه هي خمسة إذن عندي خمسة أشياء طيب نبدأ أولا بالفرض الفرض هو ما ألزمن الشارع بفعليه إلزاما جازما أقيموا الصلاة آتوا الزكاة حجوا قبل أن لا تحجوا إن الله فرض عليكم خمسة صلوات توضع كما أمرك الله يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كتب عليكم القتال وهو قره لكم كتب عليكم الصيام إلى غير ذلك هذه تسمى فرائد الفرض معناه ألزمن الشارع بفعله إلزاما تاما لا يمكن أبدا أن يتخلف الإنسان أو يكون له اختيار في التخلف عنه طبعا الناس تختلف بحسب استجابتها لربها سبحانه وتعالى وعدم ذلك فمن فعل هذا الفرض أثيب عليه ثوابا عظيما من فعل هذا الفرض ولذلك قالوا يثاب فاعله ويستحق العقابة تاركه إنسان فعل الصلاة صلى هذا قد أدى الفرض الذي عليه حافظ على هذا الفرض بغضوئه وشروطه واجتنب نواقضه ومبطلاته إلى غير ذلك وأده في وقته هذا نسميه أنه قد أدى الفرض ماذا يستحق أن الله سبحانه وتعالى يثب هذا العبد على هذا الفرض طيب إذن يثاب فاعله يستحق العقابة تاركه ومن ترك الفرض فهو مستحق العقاب الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال على هذه الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهان نجاة يوم القيام ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وأبي من الخلف والعياذ بالله أئمة الكفر نساء الله العافية يحشر وقارون إذن فإنه يستحق العقابة من ترك فرضا طبعا نحن فيما أعتقد أهل السنة والجماعة أن من فعل كبيرة غير مستحل لها أو أنه ترك فرضا تكاسلا وهو يقول لا إله إلا محمد رسول الله وأنه مقر بأن هذه فرائض الله وأن هذه النواهي الله فهو إلى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا مبين إذن الفرض هو ما ألزمن الشارع بفعله إلزاما جازما بحيث يستحق كما قلنا يش أنه يثاب فاعله ويستحق العقابة تاركه طيب الفرض عند المالكية يطلق على المحتوم ويطلق عليه أيضا اللازم ويطلق عليه الواجب ويطلق عليه المكتوب وهذا وارد في كثير من النصوص إذن إذا وجدت نصا يقول كتب عليك معرف على أنه فرض لو أنه حتم عليكم مثلا محتوم هذا معناها أنه فرض لو وجدت أن الشارع يلزمك بهذا اللفظ إلزاما فهذا فرض وهكذا إذن فالفرض والواجب قد توافق كالحتم واللازم مكتوب إذن هذه تسمى فرائد طبعا عند المالكية الإمام بن أبي زيد رحمه الله سمى السنة المؤكدة سمها بالواجب أحيانا يعني تجده يسمي السنة المؤكدة بالواجب وهذا بخلاف المصطلح أو مشهور المذهب وإلا في الحقيقة الفرض والواجب اللي نختلف إحنا والحنفية فيه الفرض عندنا نحن طبعا عندنا الفرض والواجب واحد لكن عند الحنفية الفرض ما جاء بنص متواتر كالقرآن أو بمتواتر من السنة أما الواجب عندهم فهو ما جاء في أحاديث الأحاد واضح هذا طبعا هذا الشأن لكن نحن عندنا في المذهب المالكي الفرض المحتوم المكتوب اللازم كله واحد لذلك هذا بالنسبة للفرض سيأتي معنا نتكلم بعده على المندوب نقف عند هذا القدر وألقاكم في فيما يأتي إن شاء الله في الفصل الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كنت تكلمت قبل الفاصل ونواصل طبعا تكلمنا عن الفرض وقلنا بأن حكم الشرع هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين إما أن يكون طلبا أو أن يكون إذن طيب الطلب ذكرنا فيه طلب الفعل وطلب الترك طلب الفعل ينقسم إلى قسمين فرض ومندوب أو المستحب طيب المندوب ما هو المندوب المندوب أصلا مأخوذ من الندب وهو الدعاء تقول ندبت فلال إلى مأدوبة بمعنى دعوته إليه ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندوبهم في النائبات على ما قال برهان طيب ما هو المندوب في اصطلاح العلماء هو طلب الفعل طلبا غير جازب هذا الفرق بينها بين الفرض الفرض طلب الفعل طلبا جازما لازما يعني لازم تفعله لكن المندوب طلب غير جازب ولهذا كثير من الناس لا يفرق بين المصطلحين فيمشي يحمل الناس على المندوب على أنه فرض يبغي هو كي يدير السنة كابل الناس يديروا هذه لا ما هو لازم فيه الناس كل نساء حسب نشاطها حسب قوة قوتها فهم نعم المندوب فيه أجر عظيم بل أقول إن معظم العبادات والنوافل في شريعتنا مندوبات نوافل كثيرة تعال أن تعد الفرائض كم ستجد الفريضة ستجد الفرائض للصلاوات خمس لكن تعال إلى نوافل الصلاة تجد الضحى رغبة الفجر الويتر الرواتب القبلية والبعدية الضحى السنن الأخرى المؤكدة كصلاة للسقاء والعيدين والكسوف والخصوف وما إلى ذلك أنظر كم النوافل أروح للصدقات أروح للنوافل للحج نوافل للعمرة نوافل الخير كثيرة جدا فلذلك أيها الأحبة المندوب معناها كي نقولوا مندوب ونقولوا أن الشارع لم يطلب مننا فعل هذا الشيء على وجه الإلزاب نجتمعنا أننا نتركه ولذلك قال الإمام أو الأئمة رحمهم الله قالوا لحافظ للمندوبات حافظة للفرائب تصور أنا وانت لو أننا قبل الأذان نتوضى ونذهب إلى المسجد نسمع الأذان ندرك الرواتب نقرأ قبل صلاة الفرض ننفل بعد صلاة الفرض تستغفر لنا الملائكة تدعو لنا ما دمنا في مصلاة ليس هذا خير عظيم والله خير عظيم جدا لكننا نقفل عنه مندوبات كثيرة وذلك يوم القيمة أحبتي الإنسان لما يقدم على الله عز وجل ويكون في الحساب الله سبحانه يقول انظروا إلى عبدي إلى فرائض فإن كانت تامة كانت تلك النوافل الزيادة له في الخير والحسنات ورفع في الدرجات إذا كانت ناقص الفرائض يقول انظروا لعبدي هل له من نوافل إذا عندك نوافل في الصلاة ترقع لك به الصلاة عندك نوافل في الصدقات ترقع لك به الزكاة عندك نوافل في الصيام يرقع لك بها رمضان وهكذا طيب ما عنده الإنسان ما عنده نوافل غرق مسكين ولذلك إنسان عليه أن يكثر من النوافل طيب السادة المالكية رحمه الله إذا سمعت المندوب عندهم أو المستحب أو الرغيبة أو التطوع كل هذا بمعنى واحد ولذلك قال سيد عبدالله الحاجب رحمه الله عليه قال فضيلة والندو والذي استحب ترادفت ثم التطوع تخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جوبي أو دام فعله بوصف النفلي والنفل من تلك القيود أخلي والأمري بل أعلى ما بالثوابي فيه نبي الرشد والصوابي وسنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيها وجبه طيب وقال نقع الفضيلة إذا سمعت هذه فضائل مثلا تلقى فيه فضائل الوضوء تلقى سنة الوضوء تلقى فضائل إيش الفرق إذا بين السنة وبين الفضيلة السنة قال لك هي اللي النبي السلام كان يفعلها كثيرا ويظهرها في الجماعة كثيرا يعني أكثر مما يخفيها هو أحيانا يخفيها ولكن أكثر فعله لها صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يظهرها طيب المندوب المندوب هو بناء المستحبات أو من الكماليات في الطاعة مثلا تأتي إلى فضائل الوضوء تلقى أول تسمية تسمية فضيلة ليست سنة مؤكدة مثلا تلقى السنة المؤكدة غسل يدين الكعين كما سيتم معنى المضمضة إلى آخره لكن تلقى جانب آخر يسمى الفضائل هذه الفضائل هي معنى المندوبات هي المستحبات يعني كل يعني اسم واحد ما تختلف وإن اختلفت أسماء فهي بمعنى واحد طيب ثم التطوع انتخب يا لك التطوع هو داخل في النوافل داخل في المندوبات المستحبات أي ما ينتخبه الإنسان لنفسه من أوراد سواء من ذكر الله عز وجل أو من صلوات أو من صيام أو نوافل الخير هذا يسمى التطوع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لضمام بن ثعلبة لما قال له لا أزيد قال إلا أن تطوع قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع يعني غير الفرائض هذه خمس صلوات وصوم رمضان وحج البيت قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال صدق دخل الجنة إن صدق أو كما قال صلى الله عليه وسلم طيب رغيبة ما فيه رغب النبي احنا يقول لك عندنا رهبغي يصلي رغيبة الفجر ليس سموها الرغيبة ما قالوا هي السنة المستحبة مثلا ولا كذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وكل ما رغب فيه بذكر الأجر والثواب كقوله صلى الله عليه وسلم صلوهما وإن طردتكم الخير ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها إذن هذا ترغيب ثواب عظيم على هذه هاتين الركعتين قبل صلاة الصبح وبعد أذان الفجر الثاني بعد أذان الفجر الثاني اللي هي رغيبة الفجر رغيبة ما فيها رغب النبي أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي والأمر طيب دام فعله بوصف النفل أي بمعنى أنك تتنفل دائما به كنافلة النبي صلى الله عليه وسلم بمثلا بسنن الرواتف كما قلنا القبلية والبعدية قبل الظهر بعده قبل العاصر بعد المغرب بعد العشاء إلى آخره هذه نوافل الخير وداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها قيد من تلك القيود التي في الرغيبة مثلا أو في الفرائض بل هي مطلقة وليس فيها أمر يدل على الوجوب إلا إذا كانت هناك قارينة نعم بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشنة والصواب أي هذه النوافل النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن فيها ثواب عظيم فيها حسنات فيها خير عظيم ولب يتزم نبيها الشارع طيب قال وسنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيها وجب السنة هي ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره كثيرا كما قلنا في جماعة وطبعا أستاذ عبدالرز حجبراهيم هنا في المرأة قال والظهور فيها وجبه هذا في الحق فيه اعتراض لأكوني أن إذا اشترطنا أن هذه السنة لابد أن يكونوا دائما يظهرها فهذه تصير هي والفرض شيء واحد لأن الفرض أيضا ظهور فيه وجبه ولكن يقال بأن السنة هي ما واضب عليه النبي السلام وأظهره كثيرا في الجماعة والله تبارك وتعالى على طبعا القرطب رحمه الله لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث العرابي الذي سأل النبي السلام عن الفرائض فقال الأعرابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال لأن هذا لما كان هذا الأعرابي جديد دخول في الإسلام فالجديد في الدخول للإسلام يحتاج إلى ترغيب إلى التثبيت فأتذكر لها الأشياء الخفيف واحد دخل اليوم للإسلام تقول لها لازم عليك كذا وكذا وكذا صباح يسمع خارج لكن دخلها بالسياسة الإسلام قل لا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمهم كيف يتوظى كيف يصلي أشياء مش من الأول تقول له كما بعض الناس والعياذ بالله دعوا بعض الناس إلى الإسلام فقال أسمع إذا دخلت للإسلام ما تصرب الخمر ما تزني يا خلي هذه الأشياء هي التالية هو لما يدخل قلبها للإسلام ويباشر الإيمان قلبه خلاص هو يترك هذه الأشياء أصلا وما جاء إلى الإسلام يبحث عنه إلا لأنه قد مل من هذه الترهات وهذه الخزعبلات طيب إذن عندنا أن من حافظ فقال القرطبي رحمه الله هذا الأعرابي كان حديث عهد بالإسلام لكن بعد ذلك لا يجوز المسلم أن يتهاون في السنن والمستحبات قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني ولأن الفقهاء رحمهم الله يعني كثير من الفقهاء في كتبهم يذكرون بأن من داوم على ترك السنن فهو فاسق وهو مجروح الشهادة والعياذ بالله لذلك الإنسان لا يترك السنن هذه وهو في اختياره ما هو مسافر ولا هو مريض ولا عندها عذار ولا كذا كما يحافظ على هذه الفرائض أن يجتهد أيضا في المحافظة على هذه السنن والرواتب ليكون له إن شاء الله كما يقال المكان الأعلى والدرجة العالية عند الله سبحانه وتعالى نسأل الله يشرح صدورنا لفعل هذه الخيرات ووفقنا الهضطاعات ومن وفقه الله لهذه المندوبات هذه الفضائل هذه المستحبات بعد اتيانه بالفرائض فهو محبوب عند الله سبحانه وتعالى هو ولي الله حقا وقد جاء في الحديث الصحيف البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره إلى آخر الحديث بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكون سمعه الذي يسمع به فلا يسمع بسمعه إلا الخير ولا يرى بعينه إلا الخير يعني رب يوفقه ويرجده ويعاونه على الطاعات ويبعد عليه المعاصي والسيئات والفوحش والمنكرات ومن كان الله سبحانه وتعالى معينا وموفقا فهذا شيء عظيم جدا نسأل الله أن يوفقنا لما فيها رضا طيب إذا قلنا عندنا الطلب كما ذكر الناظم رحمه الله الطلب إذن عندنا الطلب قسمان طلب فعل وطلب ترك طلب الفعل تكلمنا عنه وهو الفرض والمندوب طيب ما هو طلب الترك طلب الترك أيضا نوعان إما أن يكون المطلوب منك أن تترك هو حرام وإما أن يكون مكروها فإذا كان حراما ما هو الحرام الحرام هو المحظور الذي حضر الشارع عن تفعله شوفوا سيدنا آدم عليه السلام لما كان في الجنة الله سبحانه وتعالى قال ولا تأكل من هذه الشجرة فتكون من الظالمين حضر عليه ربي أعطى كل شجرة الجنة قال أكل منه تفسح في الجنة قال الشجرة هذه الوحيدة ما تدورش بها جاء الشيطان لعين فوسوس إليه ما الشيطان أو إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ فوسوس دخل من هذا الباب كما يقولون كل مرغوب أو كل ممنوع مرغوب كل محظور ممنوع مرغوب لما يمنع عليك حاجة تقول تولغي أدي هذا الكارتون ويبلعها لك بالك تحلها تولغي توسوس ويتوش وشرا فيها إنسان لما يمنع عن شيء يرغب وإيش فلذلك الحرام نسأل الله العافية حرم وشل وطلب مننا أن نتركه سنشرح ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة